رؤية هذه النحلة ترتشف الرحيقة من هذه الزهرة يعتبر مشهداً رومانسياً يصلح لأن يكون أغنية نعلمها لأطفالنا لكن رؤية نفس النحلة في غرفة نومك قد يسبب لك استنفاراً في المنزل إلى أن يتم طردها أو قتلها فلسعتها مؤلمة لأنها تغرس إبرتها عميقاً في جلدك ولا تتركه حتى تموت ثم يتورر الجلد موضع اللسعة لتجنب موت النحل وألام اللسعات يرتدي أصحاب المزارع لباساً خاصاً يغطي كامل الجسد يتعاملون بحذر شديد مع الخلية لتجنب استفزاز ساكنها في عام 2016 استطاع رجل صيني تسجيل رقم قياسي بارتداء أثقل معطف من النحل وصل وزنه إلى 63.7 كيلوغرام من دون أي حماية على جسده عدد النحلات فاق 600 ألف نحلة هناك من يريد كسر هذا الرقم وهو نحال سعودي اسمه زهير فطاني فأرد إثبات حبه للنحل بتغطية جسده بوزن أثقل من الرقم القياسي في العام الماضي حاول أن يكسي جسمه بمئة كيلوغرام من النحل على شكل عباءة سوداء لكنه أصيب بشد عضلياً في رجله أجبره على التوقف عند وزن 49 كيلوغراماً فقط مع ذلك أصر على كسر الرقم القياسي المسجل هذه السنة فتواصل مع سجلي جينيس الأرقام القياسية لتوثيق هذه التجربة الجديدة كيف يجمع النحل على جسده؟ ببساطة النحل يتجمع حيث توجد الملكة الفطاني وضع 85 ملكة نحل على جسمه وأحضر 700 ألف نحلة في المنطقة يبلغ وزنهم 100 كيلوغرام يريدهم أن يقفوا على جسده استغرق نقل النحل إلى جسم الفطاني حوالي 12 دقيقة عملية تجمع النحل أيضاً ربما كانت 45 دقيقة وصل وزن النحل إلى 49 كيلوغراماً إلا أن هناك ما استجد طائر الوروار وجد في هذا الكم الهائل من النحل وجبة شهية فهاجم المكان ما دفع النحلة للهروب قبل تحطيم الرقم القياسي السعوديون بالأخص طبعاً المهتمون في موضوع النحل وتربيةه تفاعلوا مع الموضوع مناح الأليحية تقول بتوفيق الأخ زهير فطاني وهو خير من يمثل المملكة بالدخول لموسوعة جنس أما بالنسبة لمناح القليز تقول محاولة جيدة نسأل الله العلي العظيم أن يوافقه في هذه المرة القادمة جهد جبار من أبو عمار لو تأخر الموعد قليلاً لكان أفضل حتى ينتهي موسم طائر الوروار أما اثنين من الناس فيقول لو دخلوا حجر ضب أو جحر ضب لدخلتموه إيش الحكمة؟ تقليد أعمى لماذا تشغلون خلايا النحل بما لا ينفع اتركوا النحل على فطرته التي خلقها الله ولا تشغلوه أو تشغلوه بالعبث ينضم إلي من جد عضو مجلس إدارة جمعية نحالي مكة المكرمة زهير أمين فطاني مرحباً بك سيد زهير لماذا تريد أن تخوض هذه التجربة لتكسر الرقم القياسي الذي حققه هذا الرجل الصيني؟ أحييكم الله جميعاً أحيي المشاهدين في الحقيقة حبي للمغامرة والتحدي منذ صغر يجعلني أخوض هذه التجربة ويشجعني أن أعملها كذلك تحقيقاً لرؤية المملكة والمشاركة باسمها عالمياً نعم طيب ألا تخشى مثلاً أن تقتل نحلة ما فيثأر لها أصدقاؤها وزملاؤها بأن يقرصنك حتى الموت من متطلبات جنس أننا نحافظ على الحيوانات التي نستخدمها في المحاولات مثل هذه المحاولة فكان حرصي أن أحافظ على جميع النحل وعلى سلامة المشاركين جميعهم الموجودين حولي كنت حريص أن أكون حريص على سلامتهم جميعاً طيب بالنسبة للإحتياطات التي اتخذتها رأيتك ترتدي قلابية أو دشداشة وليس على رأسك شيء ما هي الإحتياطات التي كانت معك في حال جد أن يطارئ؟ طبعاً تواجد الهلال الأحمر السعودي واستعداده التام وأخذ الإحتياطات بالإسعافات الأولية ودراياتهم بالإسعافة الأولى للمصاب بفرطة الحساسية للمتعامل مع النحل هذه من المتطلبات أننا نأخذ الإحتياطات طبعاً طيب بالنسبة يعني رأينا هذه الصور كانت مرعبة ألا تخشى من أن يدخل النحل مثلاً في أنفك في أذنيك في فمك في عيونك والله لا أخفيك سراً أنا من المفترض أن أستخدم إير بلغ وأكرمك الله للأنف نسيت أن أستخدمها تذكرتها بعد ما بدأ النحل تجمع عليها فدخل كثير من النحل من الأنف طيب بالنسبة لطير الوروار لماذا لم تحسب حسابه؟ من المفترض أنك خبير في النحل وتعرف أن هذا الطير يحب أكل النحل صحيح طائر الوروار يوجد منه طائر محلي ونسبة قليلة لكن الطائر المتواجد أثناء العملية هذا طائر مهاجر ويأتي بكميات كبيرة مجرد ما يشعر بوجود النحل سبحان الله ينزل عليه مباشرة ويحاول أكل أكبر كمية أنت فشلت مرتين في هذه التجربة في تحطيم الرقم القياسي هل ستحاول من جديد ومتى؟ نعم عندي عزيمة بإذن الله وبإذن الله احتمال أني خلال ستة شهور أكون جاهز بإذن الله كل شكر لك من جدة عضو مجلس إدارة جمعية نحالي مكة المكرمة زهير أمين فطاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر